اهلا بكم مشاهدين من جديدة دع زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله وجلان في رسالة إلى قوات سوريا ديمقراطية دعا إلى إيجاد حل سلمي مع تركيا واعتبر وجلان المسجون في جزيرة أمرالي التركية اعتبر أن المجتمع في حاجة للمصالحة من خلال مفاوضات ديمقراطية وشدد في رسالته على أن تتفاهم قصاد حساسيات تركيا التقرير التالي والتفاصيل أبو أو العم كما يحل تسميته في الأوساط الكردية الزعيم الكردي السجين عبدالله وجلان الرجل الذي يمثل الرمزية المركزية لحزب العمال الكردستاني والمصنف على لائحة الإرهاب وهو الذي اعتقلته أنقرة في كينيا عام 1999 رسالة أمام الإعلام من رجل وراء القطبان رسالة لتخفيف الاحتقان بعد تصاعد التوتر ومن هنا تكمن الأهمية السياسية ومدى رجع صداها على الطرف الموجه إليه أما الطرف الموجهة إليه الرسالة سيكون قوات سوريا الديمقراطية التي تنبثق من وحدات حماية الشعب جوهر الرسالة يكمن بدعوة أوجلان لقصد في إيجاد حل سلمي مع تركيا يقول أوجلان عبر محاميه إن المجتمع بحاجة إلى المصالحة عبر مفاوضات ديمقراطية والابتعاد عن المواجهة ولم يغفل أوجلان في سياق رسالته أهمية أن تدرك قصد حساسيات تركيا وكأن الرسالة ما كان لها أن ترى النور لو لا منعطفات وتطورات سياسية بين واشنطن وأنقرة وإن لم تتضح معالم هذه الخريطة السياسية حتى الآن نعتقد أنه ضمن نطاق قوات سوريا الديمقراطية يجب أن تهدف المشكلات في سوريا إلى حلها عن طريق الابتعاد عن ثقافة الصراع وتقديم ضمانات دستورية في إطار وحدة أراضي سوريا من منظور الديمقراطية المحلية ينبغي مراعاة حساسيات تركيا ستكون هذه الرسالة اختبارا لقصد وسائر القوات الكردية وهو اختبار أرادته تركيا عبر شخصية مؤثرة لها وزنها التاريخي والمعنوي في النسيج الكردي إذ لا يمكن لتركيا أن تسمح بلقاء أوجلان وحثه على توجيه رسالة لو لا تقارب أمريكي تركي بشأن شرق الفرات والأمور المتعلقة بوجود قوات كردية في منطقة تريدها أنقرة آمنة لنفسها في ظل خشيتها التاريخية بالطبع من إقامة كيان كردي على حدودها ما زالت المباحثات الأمريكية التركية رهن الضبابية لناحية حسمها لكن رسالة أوجلان تحمل في طياتها تحولا في المسار الأمريكي نحو إيجاد صيغة ترضي أنقرة والقوات الكردية لتضمن الإمساك بجميع الأوراق في كل الأحوال لعل مثل هذه الرسائل تكون ذات تأثير معنوي وسياسي حدث عام 2015 أن أرسل أوجلان لحزب الشعوب الديمقراطي وتيار قنديل لنزع السلاح كما حدث أن توقف إطلاق النار بين حزب العمال الكردستاني وتركيا شمال العراق بعد محادثات بين الاستخبارات التركية وأوجلان في سجنه الاستنتاجات من طرح هذه الرسالة ستضع كأمام حزمة أسئلة إلا أن أهمها لماذا الآن؟ وإلى أي حد وصلت التفاهمات الأمريكية التركية؟ وكيف سيكون رد فعل الأوساط الكردية على رسالة أوجلان والتعامل معها بجدية؟ رسالة علنية من رجل مسجون إلى أطراف لم تطلق صراحة تفاهمات نهائية حتى اللحظة لمناقشة هذا الموضوع مشاهدين ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي أكتاي المانزة وعبر سكايب من بروكسل حسين عمر ممثل حزب سوريا المستقبل في أوروبا أرحب بكم وأبدأ معك سيد عمر هل تعتقد أن هناك دلالة في توقيت ظهور رسالة أوجلان؟ لسيما أن المحامين يتحدثون عن أن الرسالة كانت موجودة لديهم بالفعل منذ أيام ولم تظهر حتى أمس؟ يعني كما هو معلوم منذ ثمانية سنوات أو سبعة سنوات كان هناك منع اتصال بزعيم حزب العمال الكورتزاني السيد أوجلان وكان هناك أكثر من ثمانمائة مرة قدما محاموه التماساً للمحكمة أو لطرف المطلوب لسمح لهم بزيارة إمرالي لكنهم منعوهم ووجود أو موافقة على زيارة في هذه الفترة باعتقاد هي مسألة روتينية بالنسبة للمحامين لكن يبدو أن تركيا أرادت أن تسمح للمحامين في هذه الفترة بزيارة تحت ضغط الأضراب عن الطعام الذي بدأته أكثر من يعني بدأته ليلى جوفان وبعد ذلك أكثر من ثلاثة آلاف معتقل في السجون التركية معتقل سياسي في السجون التركية وهناك الأضراب عن الطعام في الكثير من المدن العالمية تحت ضغط هذه بكيلاتة تتطور هذه العمليات الأضرابية أو المقاومة يمكن تسميتها إلى مجال آخر وتتوسع أكثر فقط سمحت تركيا بزيارة وجراء يعني تعتقد أن الأمر يتعلق فقط بهذه الظروف أليس لتركيا أهداف معينة أيضا من إرسال مثل هذه الرسالة إلى قوات سوريا ديمقراطية في هذا الوقت بتقديرك سيد عمر هذه تعود لتركيا نفسها الرسالة التي أرسلتها أو أرسلها أجل لقوات سوريا ديمقراطية بالأساس قوات سوريا ديمقراطية تنفس تلك التوجيهات منذ بداية معاركها ضد الإرهاب في سوريا وهي لم تطلق طلقة واحدة باتجاه تركيا منذ ذلك الحين وتطالب دائما بحل سلمي وتفاهم وحسن جوار مع تركيا وكما تعلمون قبل أيام مظلوم كوبا نقاط قوات سوريا ديمقراطية أطلق من عين عيسى نداء إلى تركيا وأعلن أن هناك مفاوضات غير مباشرة وضرب من تركيا الجلوس والتفاهم حول مخاوف تركيا هذه النقطة أنتقل إلى سؤال آخر أترحوها على ضيفي من إسطنبول السيد يلماز بالفعل كان هناك تصريحات من قبل قوات سوريا الديمقراطية بالاستعداد لتفاوض مع تركيا من أجل مستقبل هذه المنطقة هل تعتقد أن تركيا بالمقابل تحاول إرسال رسائل معينة إلى قساد عن طريق الإفراج عن هذه الرسالة أو إظهارها إلى العلن في هذا التوقيت بالذات تحية طيبة من مساء الخير أعتقد أن لقاء عجلان مع محامه إجراء روتيني وهو بالاستمرار فإن لم يكن يلتقي مع محامه منذ فترة فإنه يلتقي مع أفراد أسرته بشكل مستمر يبدو أنه تغيير إيجابي في مواقفه وأعطت رسائل إيجابية ولكن هذه مؤشر واحد فقط لنحكم على وجود عملية نحتاج إلى المؤشرات وخطوات أخرى من قبل عجلان أو من التنظيم الذي يتبعه أو من الحكومة التركية نحتاج إلى مؤشرات أخرى لنحكم على العملية أو خطوة أخرى ولكن أستطيع أن أقول أن أكد أردوغان خلال اليوم عدة مرات ومستشاره أنه لن يكون هناك عملية سلام من جديد مع تنظيم العمال الكردستاني الإرهابي ولن يكون هناك كذلك عملية من هذا القبيل يعني هل تعتقد أن هناك رفض في الأوساط التركية بشكل كامل؟ هل تعتقد أن هناك رفضا تركيا كاملا لفكرة التفاوض مع قوات سوريا الديمقراطية؟ نعم تركيا ترفض أي مفاوضة مع هذه المجموعة التي تعتبرها إرهابية بل بالإستمار يعني تطالب تفكيك هذه المجموعة الإرهابية؟ هذا الموقف هل تم مناقشته مع جيمس جيفري عندما كان في أنقرة؟ هل أمريكا أيضا تمتلك موقفا إيجابيا من هذا الرفض التركي ربما لفتح أي قنوات للتواصل مع قوات سوريا الديمقراطية؟ هناك محاولات أمريكية أو حث أمريكي وحتى نستطيع أن أقول أن هناك ضغطات أمريكية بهذا الاتجاه ولكن تركيا ترفض هذه التوجهات الأمريكية هذا من أحد الخلافات بين تركيا والفلاد المتحدة تركيا تعتبر هذه الأممال الكردستاني وفروعه في سوريا والعراق منظمات إرهابية ولكن الفلاد المتحدة تتعامل مع الفرع السوري لهذه المجموعة الإرهابية لدى تركيا ولكن هناك كما قلت الفلاد المتحدة تقول أنه مستعد لأن تفصل على العمل لفصل البيضاء من العمال الكردستاني البكاكا وفي حال استعداد تركيا أقتل مفاوضات مع التنظيم ما زالت نحن المواقف متباعدة جدا ولا نستطيع أن نتحدث عن تغيير أو عملية جديدة تعني أعود إلى ضيفي من بروكسل سيد عمر هل تعتقد أن هناك بالفعل مؤشرات على عدم اتفاق أو توافق بين تركيا وأمريكا بشأن شرق الفرات؟ بالتأكيد بالتأكيد أمريكا وتركيا لم تتفق حتى الآن على أي جزئية من جزئيات التوصل إلى حل بالنسبة لموضوع شرق سوريا أو أعطاء تركيا مجال التدخل أو ما إلى هناك أمريكا ما زالت مصرعة على دفاع عن قوات سوريا الديمقراطية وهي قالت قبل يومين على لسان عدد من الناطقين الرسميين باسم البنتاجون والخارجية الأمريكية بأنهم لن يتخلوا عن قوات سوريا الديمقراطية ومن جهة أخرى حقيقة الولايات المتحدة والتحالف الدولي يعززون من تواجدهم في شمال شرق سوريا إذا أرادت قوات قاسد أو لم تدخل فأمريكا مدواعي دواء وكأن أمريكا تحاول ترتيب هذه المنطقة مجيء جيمس جفري ووجوده لعدة أيام في أنقرة وأيضا مؤتمر العشائر الذي عقد برعاية قاسد والذي يحاولون فيه أن يوجد حلولا ربما لحكم مدني لهذه المنطقة بشكل أو بآخر ألا تعتقد أن أمريكا قد تفضل حل الموضوع بهذه الطريقة وحتى التفاهم مع تركيا بشأن منطقة آمنة أو غير ذلك من الحلول على الحدود والتي تبدو قاسد على الأقل في تصريحاتها منفتحة تجاهها يعني قبل أمريكا وقبل تركيا حتى قاسد ولدرزاتها تريد حلا للموضوع مع تركيا لأن تركيا تشكل تهديدا كبيرا وموضوع فرين جرارس يعني إدلب وأيضا الباب احتلالهما مدلت أمام الأعين لذلك قاسد والإدارة الزاتية تريد أن تتفق مع تركيا على صيغة حتى لو فيها قليلا من التنازلات أو جزءا من التنازلات لكن تركيا لا ترضى تركيا ترفض الوجود الكردي وهذه يعني مصيبة الشعب الكردي بنظام التركي هو يرفض الكردي ككينونة كوجود ولهذا لا يرضى أبدا أن يكون للكردي لغته لكن هم موجودون في تركيا سيد عمر هم موجودون ولكن هم محرومون من كل شيء لهم أحزابهم في تركيا ويدخلون الانتخابات أيضا لا يدخلون بإسم أحزاب تركيا وليس بإسم أحزاب كردية صلاح الدين دا مرتاح لم يصدع حتى في البرلمان التركي سأعود إليك سيدا حتى كلمة كردية في البرلمان التركي فكيف سأعود إليك ينضم إلينا من باريس الدكتور خطار أبو دياب أستاذ في العلاقات الدولية دكتور ما هي الرسائل أو دلالات التي تعتقد أن رسالة أوجلان قد تحملها لا سيما لقوات سوريا الديمقراطية في هذا الوقت حيث لم يحسم ملف شرق الفرات بعد تحياتي لك وليديوفك الكرام ولفريق العمل لكل من يتابعنا بالطبع أعتقد أن هذه الرسالة مهمة جدا وسنرى أثارها على المديين القصير والمتوسط في النهاية أوجلان من قلب سجنه هو اللاعب الكردي الأبرز اليوم المؤثر الأكبر إن كان داخل الأكراد في تركيا أو سوريا وفيما يتعدى هذين البلدين ولذلك بالنهاية لا يمكن إيجاد حلول للأعديد من الأزمات ومنها المعضلة السورية من دون تفاهمات ما بين تركيا وجيرانها وبين هؤلاء الأكراد يعني الأكراد عامل لا يمكن الالتفاف عليه ولكن أيضا لا يتم ذلك بالعمل ضد تركيا في النهاية علينا أن نحدد بأن تركيا حزب العدالة والتنمية قبل أردغان قبل السيطرته التامة على الوضع الآن أفسحت المجال أمام تقدم كبير للأكراد وإن كان تحت مظلة أحزاب أخرى والحكم الذاتي كان قد تقدم لكن التكتيك الذي اتبعه حزب العمال مع أنصاره في سوريا أدى أيضا إلى قيام لهجة وطنية من قبل أردغان يعني حصل الأخطاء لا يمكن أن تنسب إلى طرف واحد الأهم الآن أنه في نهاية المطاف لا بد من الاعتراف من قبل كل طرف بالآخر الولايات المتحدة الأمريكية أصلا عندما دعمت الأكراد في سوريا قصرت كثيرا في عدم الوساطة ما بين تركيا وهؤلاء أعتقد أنه الآن أنا أوان إيجاد نوع من تفاهمات تؤمن بأن هؤلاء لا يريدون دولة ولا يريدون شريط معادل لتركيا وأن تركيا ستحترم خيارات السوريين من خلال هذه الرسالة هل تعتقد أن تركيا تحاول إيجاد مخرج عبر هذه الرسالة لبدء تفاوض معين مع قوات سوريا الديمقراطية من أجل أن لا يكون الأمر مباشرا لأنها تسميهم منذ زمن بأنهم إرهابيون وربما قد يكون فتح قنوات التواصل هذا مخرجا بشكل أو بآخر يعني في الماضي كل الذين ناضلوا لدى النازية كانوا إرهابيين وكل المقاومين صنفوا بإرهابيين يعني المسألة هي في اللعبة السياسية نعم أظن أنها تركيا في نهاية المطاف وحتى الرئيس أردوغان يمكن أن يكون مرنان براغماتيكيا ويعلم جيدا بأن إن كان الجانب الأمريكي أو الجانب الروسي أو كل هذه الأطراف الدولية والخارجية تلعب لعبتها وأنه في النهاية أبناء هذه المنطقة يجب أن يتفاهموا مع بعضهم وبالنسبة لتركيا على أيام السلطنة العثمانية كان الكرد من العناصر الهامة في هذه السلطنة ولذلك في الإمكان إعادة الوصل إذا كان هناك من احترام من قبل كل طرف لمصالح وأمال الطرف الآخر نعم أعود إليك سيد الماز هل تعتقد أن تركيا قد تستطيع استثمار رسالة أجلان هذه من أجل أهداف أخرى سياسية سواء تتعلق بالداخل أو تتعلق في سوريا قبل الإجابة لسؤالك فقط كلام قصير أن تركيا ليست ضد أكراد كما يدعي ضيفك قلنا برد على هذا الجزمية سيدي الماز والأكراد مواطنون والأكراد موجودين ومواطنين لتركيا قلنا برد على هذه النقطة ونقاشها مع المجموعات مشكلة تركيا مع المجموعات الإرهابية الانفصالية نعم بالنسبة لرسالة أجلان أجلان من حين إلى حين وحتى عندما يدخل في محرج يبعث مثل هذه الرسائل كمناورة عندما كان في سوريا كان يعلن في بعض الأوقات وقت إطلاق النار وما إلى ذلك مناورة لا ندري ماذا يقصد ماذا يريد وهل هو مؤثر حقيقة لدى من يحملون السلاح في داخل التركي أو في سوريا يعني ما زال مسجونا وأعتقد أن قادة المجموعة الإرهابية لا يسمعون كثيرا إلى خطابات أجلان كما قلت نحن نحتاج إلى يعني تعتقد أنهم لن يتجاوبوا مع هذه المسالة التي أرسلها تركيا تركيا طبعا يعني لا يمكن أن تتوافق أو مع المجموعة الإرهابية التي تحمل السلاح ولكن في حال يعني هناك شروط تركية في حال قط المجموعة مجموعة البيتة صلتها ومع أرمال الكردستاني تعني أذهب بهذه النقطة إلى السيد عمر في حال التخلي التخلي عن الإنفصال يمكن أن تكون هناك حوار طبعا أعذرني على المقاطعة يعني سيد عمر إذا كان هذا هو المطلب التركي والذي تحدث عنه سيد يلماز وهو فك الارتباط بحزب العمال الكردستاني كما تريد تركيا هل هذا ممكن بالنسبة لقوات سوريا ديمقراطية من أجل حل حلة ملف هذه المنطقة وبعجالة لو سمعت يعني بالبداية توضيح بسيط من الرسالة الرسالة هي رسالة متجددة يعني السيد أجلان قالها في عام 2014 وموجزها كان بالرسالة التي ظهرت قبل يومين هذا اختصار لما يجب أن يقال لأن الرسالة ليست جديدة ومطالب موجزها ليست جديدة يعني بركيا منذ عام ومطالب تركيا هل هي قابلة للتحقيق؟ مطالب تركيا غير قابلة للتحقيق لأنها تطلب إنهاء الوجود الكردي يعني لو لا ذلك هي قابلة أنا أقصد فكر الارتباط عن حزب العمال الكردستاني تحديدا قوات قسد وبيا دي ليسوا جزء من حزب العمال الكردستاني هناك فكر يجبعهم هناك إيمان بوحدة شعور لكن يعني الطريقة التي توجهها فيها أجلان لقوات سوريا ديمقراطية يعني هي طريقة وكأنهم بالفعل جزءا وكأنه زعيمهم وكأنه قائدهم وكأنهم جزء بالفعل من حزب العمال أجلان الآن ليس بحزبي نظامي وهو داخل السجن أجلان هو زعيم ومفكر يلقي بتوجيهاته نحو جميع الأكرار نحو جميع المتواجدين حتى في منطقة الشرق يبدي برأيه دائما هناك آراء له حول القضية الفلسطينية حول إسرائيل حول تركيا فيدي والإدارة الثاتية ليست جزءا من حزب العمال الكردستاني وإنما تتبع النظرية أو المفاهيم التي أطلقها أجلان وهي تعايش السلم والتآخي وكأنفين شعوب المنطقة وعدم الانفصال وأبقاء على الحدود الحالية لماذا لا يذكر أحدا مطالبة أجلان بالبقاء داخل سوريا وهو ما تعمل عليه قوات قصر والإمارزة اتضحت الفكرة سيد عمر أعود إلى ضيفي من باريز دكتور أبو دياب يعني وسط كل هذه العوامل التي تحدثنا عنها هل يمكن أن نستشف يعني ملامح للخطة الأمريكية التي تريدها واشنطن اليوم لشرق الفرات أنا برأيي الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد خسارة تركية ولكن تريد أيضا حماية الأكراد ولكن حماية الأكراد هي تفهم أو كل المكونات الكردية من هنا جرت محاولة فرنسية كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد وافقت عليها في اجتماع جرى ما بين المجلس الوطني الكردي المقرب من تركيا وكذلك الأمر كوات سوريا الديمقراطية وجماعة الإدارة الذاتية بمعنى أو بآخر ضمن الحل السياسي في سوريا يمكن أن يكون هناك تقارب ويمكن أن يكون هناك تقارب أمريكي تركي حول هذا الموضوع لا أقول أن هذا سهل لكن ربما شكلت رسالة أجلان المدخل لبدء تفاهمات واسعة بين هذه الأطراف لأنه لا يمكن تركيب مناطق آمنة مع طرف على حساب طرف آخر ما دامت كل هذه التعقيدات موجودة ونرى ذلك من تلرفعة إلى منبج إلى الكثير من الأماكن حول شرق الفراط ومن بعده أشكرك شكرا جزيلا دكتور خطار أبو دياب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس كنت معنا من هناك وشكر أيضا موصول ليا سيد أكتار يلمانز الكاتب والمحلل السياسي من إسطنبول وأيضا لسيد حسين عمر ممتل حزب سوريا المستقبل في أوروبا كان معنا من بروكسل مشاهدين أشكركم أيضا على طيب المتابعة والمزيد من المعلومات على موقعنا سريادو تيفي إلى اللقاء اشتركوا في القناة